مرحبا بكم ارجعنا لكم وصفة جديدة واتمنى الاشتراك بالقناة شكرا ندهان الوعاء بالزبدة قطر الوعاء 20 سنتي نوضع ورق الزبدة اذا غير متوفر ورق الزبدة ممكن دقيق نضيف على الزبدة دقيق زيادة ربع كوب 40 جرام يفضل دائما استخدام الميزان حليب 40 جرام ربع كوب تقريبا ملاح نصف معلقة صغيرة ثلاثة جرام وفانيلا معلقة صغيرة خمسة جرام اي نوع فانيلا متوفر بودرة او سائل نخلط المكونات مع بعض نتركهم جانبا نوضع بياض البيض بياض 6 بضغط حجم كبير نوضع السكر بالتدريج دائما مكونات كون بحرارة الغرفة نخفق البيض بياض البيض على البطيء نضيف السكر بالتدريج واخر كمية سكر بنضيفها بنعلي بسرعة اعلى شيء طبعا ماذا ما انتم شايفين نخفق حتى تتماسك دائما مكونات كون بحرارة الغرفة مثل ما انتم شايفين هي متماسكة هيك جاهزة نضيف سفار 6 بضغط حجم كبير هي هذه الوسطة بتعتمد على البيض ما فيها بيكن بودر نخلط مكونات مع بعض حتى تنسجن نضيف واحد كوب دقيق كاك واذا غير متوفر دقيق الكاك بنرفع ربع من الدقيق ونوضع ربع من نشا الزرة كاكاو خام 2 معلق الطعم 30 جرام ننخل مكونات جيد يعني حتى تنسجن كلها مع بعض ونضيف الخليط اللي عملناه في البداية اللي هو الفانيلا والملاح والزيت والحليب نضيف عليه قليل من الخليط ونحرك قليل نمزجهم مع بعض هيك نوضحهم مع بعض ومنخلط قليل مثل ما حكينا اذا غير متوفر دقيق كاك بنرفع ربع من الدقيق بنستخدم الدقيق تبع الخبز ونرفع ربع من الدقيق ونستبدله بربع من نشا الزرة طبعا من رجع هيك ونضحها في الفرن على حرارة 150 درجة مئوية 60 دقيقة ولكن لازم انتو ترقبوها عند النضوج نغلق الحرارة تبع الفرن ونفتح باب الفرن ونتظر 10 دقائق نرفع ورقة الزبدة ونتركها تبرد تبرد ونقطحها نقطحها الأربع قطعة ثانتين ثلاثة أربع كاكس سادة نفس الشي فقط ما منوضع الكاكاو فقط ما منوضع الكاكاو فقط ما منوضع الكاكاو تستوي نغلق الحرارة ونفتح الباب نتركها داخل الفرن 10 دقائق داخل الفرن وهو الفرن مغلق يكون الحرارة مغلقة الباب الفرن مفتوح والحرارة تكون مغلقة حتى لا تأخذ صدمة البرودة وتهبط هيك تظلها مثل السفنجية وكل الوصفات موجودة عندي على القناة أتمنى أن تشتركوا وتتابعوا كل الوصفات مثل ما انتم شايفين كيف هي سفنجية يعني ترجع ثاني يعني هي كتير ربع يعني قد ما تضغط عليها ترجع ثاني مثل السفنج ما فيها بيكن بودر ولا محسنات ولا أي شيء هي تعتمد على البيض وتتبعوا الخطوات بالتفصيل وأنا أتمنى أن تستخدموا دائما ميزان دائما استخدموا ميزان أنا حطيت الكوب والمعلقة أنا غير مقتنع في الكوب ولا في المعلقة وأنا مقتنع فقط في الميزان وأنا حزين يعني فقط عشان تاخدوا فكرة أو تاخدوا أفكار بسيطة عن التزيين والتزيين هذا طبعا أزواق واختيارة التزيين وضرورة مهم بعد ما تنضج الكيكة نغلق الحرارة ونفتح باب الفرن ونتركها في داخل الفرن عشر دقائق أقل شيء منشان ما تاخد صدمة البرودة وتهبط الكيكة ودائما بفضل أنا الميزان هو سعره رخيص متوفر في كل مكان وبالنسبة للدقيق حكينا وأنا بكرر عشان الناس كتير تسألني عن الموضوع هذا إذا غير متوفر دقيق الكيك نستخدم الدقيق تبع المخبوزات العادي نرفع الربع من الدقيق العادي نستبدله بربع من نشاء الزرع منشان يكون الجلوتين فيه ضعيف كيف نعرف الجلوتين ضعيف أو قوي مكتوب على العبوة البروتين من كمية البروتين نسبة البروتين نعرف الجلوتين إذا كان البروتين تحت العشرة في المية يكون غير مناسب للكيك نرفع الربع من نشاء الزرع مكتوب على العبوة نعرف البلوتين من البروتين لازم يكون البروتين فيه منخفض عشان هيك يكون للكيك وللحلويات بشكل عام للبسكويت تزرونا بوصفة جديدة شكرا كتير للكم اتمنى الاشتراك بالقناة وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة